عندما نتحدث عن القاعدة وعلاقتها بروسيا يتبدر إلى أظهرنا أنها علاقة تقوم على العداء على اعتبار أن موسكو كانت يوما محتلة لأفغانستان مع قل التنظيم في حين أن روسيا تعتبر القاعدة جزءا لا يتجزأ من الإرهاب هذه العلاقة التي ظهرت أنها واضحة للجميع تبدو في عمقها أبعد من ذلك بكثير ولا تختصر على عداء دولة ذات وزن دولي لتنظيم متشدد بل تتعدى ذلك لتكون علاقة لها ما لها وعليها ما عليها من تنسيق وربما تدريب لقيادات في القاعدة من قبل جهاز المخابرات الروسية ولكي نبتعد عن جدل نظريات المؤامرة فأن تقاريرا استخباراتية وصحف عالمية كان منها على سبيل المثال صحيفة بيزنس انسيدر أوردت في تقارير متعددة دراسة عن طبيعة تلك العلاقة وما يلفها من غموض وبعيدا عن التشعبات يمكن القول بأن طرف الخيط إن صح التعبير يبدأ من زهيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري وعلاقته بالمخابرات الروسية في الأول من شهر ديسمبر عام 1996 تم اعتقال الظواهري في جنوب روسيا أثناء محاولته دخول الشيشان متخفيا باستخدام جواز سفر سوداني مزور حمل اسم عبدالله إمام محمد أمين رفقة أشخاص آخرين كان منهم أحمد سلامة ببروك الذي قتل في سوريا عام 2016 وهشام الحناوي الذي قتل لاحقا في الشيشان الستة أشهر التي أمضاها الظواهري في أقبية المخابرات الروسية قبل أن يتم إطلاق صراحه وضعت العديد من علامات الاستفهام حول ظروف الاحتجاز وماذا تم بها ولماذا أطلقت موسكو صراحة شخص كان يحمل مبالغ ضخمة بعملات دولية إضافة إلى كبيوتر شخصي وهو يحاول التسلل إلى أكثر بقاع الأرض غليانا في ذلك الوقت ولكي نفهم الصورة بشكلها الصحيح يمكن إيراد النقاط التالية بعد احتجاز الظواهري ومرافقيه تم الكشف عن أرقام حسابات في مصارف بهونغ كونغ والصين وماليزيا ودول أخرى تمت مصادرة كما أسفنا مبالغ مالية كبيرة بعملات متعددة تمت مصادرة جهاز حاسوب شخصي عرضا لاحقا على الفريق المختص بجهاز المخابرات الروسية تم الكشف عن شهادتين مزورتين للظواهري من جامعة القاهرة كشفت التحقيقات أن رحلة الظواهرية التجارية كما دعا لم تكن صحيحة وخاصة أن شركة التي طرح اسمها الظواهري ومقرها في باك عاصمة أذربيجان لم يكن لها وجود حقيقي كل الأدلة والقرائنة السابقة وطلبوا الإدعاء الروسي بسجن الظواهري ثلاث سنوات ضرب بها عرض الحائط وتم إطلاق صراح الظواهري على اعتبار أنه قدم إلى روسيا لدراسة الأسواق التجارية فيها الأنكى من ذلك أنه بعد إطلاق صراح الظواهري قام بإجراء زيارة إلى داغستان مدة عشرة أيام حيث التقى متشددين هناك ليتم هدف رحلته الأصلي وليصل لاحقا إلى أفغانستان حيث عزز من تحالفه المصيري مع أسامة بن لادن ويضع معه أسس التنظيم ويطلق عملياته باتجاه دول الغرب الرواية الرسمية التي يرويها جانبان عن القضية تثير العديد من الشكوك فالظواهري كان واحدا من أكثر المطلوبين خطورة في العالم عام 1996 بعد اتهامه بالمشاركة في التخطيط لاختيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981 إضافة إلى تمكنه ومرافقيه من الإفلات من قبضة أحد أشهر أجهزة الاستخبارات في العالم والذي يستخدم شتى أنواع الطرق للحصول على اعترافات المتهمين بما فيها استخدام وسائل التعذيب وعلى عكس ما ظهر فأن فكرة التنصيق وربما تدريب ظواهري خلال الأشهر ستة التي قضاها في أقبية المخابرات الروسية تبدو واقعية لمن يعرف أسريب تلك المخابرات وكيف استخدمت إرهابيين حول العالم في مواجهة دول أخرى والأمثلة على ذلك كثيرة ولعل من أهم النقاط في علاقة الظواهري بالاستخبارات الروسية شهادت الضابط الروسية المنشق أليكسندر ليتيبينكو قبل اغتياله والذي تحدث عن خضيع الرجل لتدريبات من قبل المخابرات الروسية ومن ثم إرساله لاحقا إلى أفغانستان للتخطيط بشن عمليات ضد أهداف غربية وكنتيجة ما سبق يمكن القول أن التطرق لعلاقة الظواهري وقيادات في القاعدة مع جهاز المخابرات الروسي ليس من قبيل النبش في الماضي بل هو أمر على غاية في الأهمية وخاصة على ضوء التصاعد التوتر بين موسكو ودول الغرب وما يحيط بذلك من احتمالات قد تلجأ لها روسيا صاحبة الباع الطويل في إدارة عمليات غير شرعية عبر أذرع ومنظمات ومجموعات إرهابية حول العالم اشتركوا في القناة